في الخبر الأول الشورى يوافق على مقترح مفتيات نساء للمملكة للحديث حول هذا المقترح معي دكتور ناصح البقومي عضو لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى مرحبا بك دكتور ناصح إذا كان الدكتور ناصح معنا للحديث حول هذا المقترح الذي يبدو غريبا قليلا على الشعب السعودي ولكنه مقترح يعمل به إذا كان فيه فائدة للجميع إلى ربما يعود معنا الدكتور ناصح وإلى أن يعود نسأله حول هذا الموضوع في الخبر الثاني الإنذار المبكر أتربة وسحب ممطرة تؤثر فيه مناخ سبع مناطق الحديث حول هذه التأثيرات المناخية معي الأستاذ حسين القحطان الناتق الإعلام للرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة أستاذ حسين مرحبا إذا كان معنا الأستاذ حسين ولو أن التأثيرات المناخية في هذا الوقت تحديدا وأعتقد بأننا مقبلين على مرحلة تحول كمقرات أحد الذين يهتمون بهذا الموضوع يقول نحن في آخر أربعة أيام من الصيف الله يجيب للبراد إن شاء الله هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تصدر خمس مواصفات عند شراء شناط المدارس للأطفال معي في الستوديو الأستاذ سعد أهل حاتم مدير إدارة الغزل والنسيج بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة مرحبا بك أستاذ سعد هيئك الله أخوي عبد الله وأنا أتشرف اليوم بوجودي في هذا البرنامج وأنا بدوري أحييك وحيي الأخوة المشاهد حياكم الله يعني هيئة المواصفات والمقاييس تقفز إلى أكثر من التوقعات تتحدث عن خمس مواصفات عند شراء شنط المدارس للأطفال الحقائب تلك التي ربما بدأها الأطباء في فترة من الفترات ومن ثم أصبحت الآن موضوع يعنى بالاهتمام حدثني عن هذا الموضوع بداية أود أن أذكر أن الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة دائما تركز على جانب الصحة وحماية المستهلك وهذا من أهم أولوياتها وذلك من خلال إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تترجم فعليا على الواقع لكي تحمي هذا المستهلك وتحافظ على صحته طبعا أنا ودي أعرج على نقطة لدينا مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهذا يقع ضمن رؤية المملكة 2030 وهو برنامج سلامة المنتجات وهو نطلق عليه اختصارا سليم برنامج سليم هو يعني بأن المستهلك يتحصل على منتج سليم خالي من العيوب لا يضرب صحته وسلامته والبيئة المحيطة به وهذا ضمن منظومة تشريعات وقوانين وعديدة تضمن خلال سلسلة طويلة من الإجراءات بأن يصل منتج في الرف للمستهلك بأنه يكون سليم وخالي من العيوب فيما يخص حلقة اليوم طبعا وإحنا في الهيئة اصدرنا عدة توصيات ومواصفات طبعا فيما يخص الحقيبة المدرسية من أهم هذه المواصفات أنه لا بد أن يكون وزن نسبة وزن الحقيبة إلى وزن الطالب تقريبا في حدود 10% طبعا العشرة في المئة ذاتت من عدة دراسات وسواء وطنية أو عالمية هذه الدراسات استخلصت في النهاية بأن العشرة في المئة تقريبا هي النسبة المثالية بوزن الحقيبة بالنسبة لوزن الطفل طبعا الحقيبة بما تحتويه طبعا كاملة نعم كاملة بالكتب و بكل ما فيها يعني إذا افترضنا أنه الطالب وزن 25% وافترض أنه ما تتجاوز الحقيبة مع الكتب 2.5 كيلو 2.5 كيلو في المجال هذا المفروض ما يأثر عليه صحيا يعني سواء على صحة العمود الفقرية لديه أو على عضلات ظهري أو الأكتاف هذا فيما يتعلق بالوزن نعم أنا عندي هنا عينة أنا جبتها وودي أن أشرح عليها عشان يبقى أشرح منطقي يعني يكون وودي أنها تبقى دعاية للشنطة هذه ولكن يعني أنا جايبها بس عشان وتوصل المعلومة أسرع نعم أسرع طبعا من المهم طبعا أحزمة الكتف هذه أحزمة الكتف هذه لازم تكون مبطلة مادة لينة سفنجية بحيث أنها مضر أكتافة طبعا ثانيا حتى المنطقة الخلفية هذه لمنطقة التي وراء الظهر لازم تكون مبطلة مادة كطنية ومادة لينة بحيث أن أي شيء ما تأثر على على عضلة الظهرة نعم إنا برضا نتكلم عن مساواة لازم تكون عرض الحزام نعم لازم يكون عريض بمقاس معين بحيث أنها ما يأثر على أكتاف طبعا فيها هناك المسافة التي من أعلى من الكتف من هنا إلى أسفل الظهر لازم تكون هنا مساوية لأكتافة عشان ما يصير فيناك حمل زائد على أكتاف نعم هنا برضا في منطقة الخصر لازم تكون فوق الخصر تقريبا نهاية الأضلاع لكي لا تنزل على أسفل الظهر وبالتالي تأثر على عمود الفقري وعلى الظهر وبالتالي يجب أن تكون مشدودة من الأسفل حتى ترتفع إلى الأعلى كحقيبة نعم طيب الحين يعني هذه المواصفات وهذه المقاييس ذهبت إلى دعنا نقول مواصفات فنية نعم الأباء والأمهات ربما يعني يجدون صعوبة شوي في عملية اختيار المواصفات الفنية وربما أيضا تنوع هذه الحقائب في الأسواق وتباين الأسعار قد يقودهم إلى حقائب دعنا نقول رديئة لا تتناسب والطفل أو وصحة الطفل لماذا نحن نتحدث الآن عن هذه المواصفات لهذه الحقيبة وأهمية الموضوع نعم هي منظومة متكاملة أعجت فقط مواصفات فنية إنما حتى الهيئة سعت بأنها يعني يكون هناك توعية في هذا الموضوع ذلك لدينا حملة الآن أطلقة تسمى حملة سليم حملة سليم هذه حملة أطلقت قبل العودة المدارس للتعريف بالمواصفات الفنية والاشتراطات التي تتوافر في جميع المستزامات الدراسية بما فيها الحقائب أنا لدي بروشور هنا وهو موجود هذا البروشور يعني نفس المواصفات التي ذكرتها قبل قليل أو لكم شيء على شبكة التواصلة على تويتر موجود في الحساب الرسمي للهيئة في تويتر وموجود في الموقع الهيئة الرسمي ومتوفر بشكل بسيط ويعني متميز بحد أن أي قارع سواء كبير أو صير يفهم المعلومات الموجودة فيه طيب مبادرة سليم الآن من دورها أن تحد من استيراد أو منع استيراد الحقائب الرديئة الآن نحن في مرحلة التوعي جميل التوعي الآن الآن لدينا مشروع مع وزارة التعليم مثلا في وكالة الوزارة المناهج والبرامج التربوية وهذه المبادرة الوطنية تسعى نضع مواصفات واشتغطات بحيث أن هذه تصبح منظومة كاملة تطبق في جميع المنافذ والأسواق ويصير على رقابة شاملة كاملة بحيث أن أي منتجات رديئة يتم سحبها من الأسواق جميل جدا الأستاذ سعد الحاية المدير إدارة الغزل والنسيج بهية المواصفات والمقيس والجودة تطرحون موضوع في غاية الأهمية البعض ربما يراه أنه من الترف ولكن إذا كان هذا الترف يضمن سلامة أبنائنا وصحتهم فالحمد لله على ذلك ومشكورين شكرا جزيلا لكم نشاهد هذا التقرير حول هذا الموضوع ونستكمل مع بداية العام الدراسي الجديد يتوجه الآباء والأمهات إلى الأسواق لتجهيز وشراء مستلزمات العام الدراسي من حقائب وقرطاصية وملابس والقليل من أولياء الأمور يتبع المواصفات الصحية اللازم توافرها عند اختيار الحقيبة الدراسية تقول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة توعوية وجهتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات وضعت خلالها مواصفات آمنة للحقيبة المدرسية وذلك للوقاية من آلام الظهر والرقبة وانحناءات العمود الفقري التي قد تصاحبه طوال حياته خاصة إذا لم يراع في حملها الطرق الصحيحة وشملت التوصيات التي أطلقتها الهيئة الفصول والمختبرات المدرسية وشددت على منع استخدام التوصيلات الكهربائية داخل الفصول إلا للضرورة وغسل الملابس قبل استخدامها لإزالة بقايا الأسبغ والمواد الكيماوية المستخدمة في التصنيع تنشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر معرفها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر سلسلة تغريدات توعوية بعنوان سليم في المدرسة تضمنت توصيات للمعلمين والآباء وتوجيهات لضمان سلامة الطلبة في المدارس صالح شميمري الإخبارية شكرا يا صالح وعودة إلى الخبر الأول الشورى يوافق على مقترح مفتيات نساء للمملكة والدكتور ناصح البقومي عضو لجنة الشؤول الإسلامية في مجلس الشورى معي على الهاتف مرحبا دكتور ناصح يا مرحبا حياة الله الشورى يوافق على مقترح مفتيات متى طرح هذا الموضوع في الشورى لماذا طرح من الذي طرحه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا الموضوع طرح من عدة شهر نعم من بعض الزملاء في المجلس اقترحوا أن يكون فيه مفتيات في الإدارة الإفتاء حيث الموضوع لدينا في اللجنة لجنة نظرت في الموضوع ورأت الحقيقة أنه ما فيه شيء يمنع في الشريعة لا في مسلسة كتاب السنة ولا في قواعد الشريعة ووصولها العامة بل لدلة تدل على الجواز ومن ذلك أن بعض الصحابيات رضي الله عنه كنا يتصدينا لهذا الأمر وعلى رأس أنه عائشة رضي الله عنها وأيضا من المسوّغات أنه فيه أمور خاصة للنساء يعني ما يصلح لها للنساء كأمور الحيظ والنفاة ومحو ذلك يعني كنا أدرى بهذه الأمور من الرجال مسألة أخرى أيضا أنه بعض النساء قد يستحي عندما تسأل المفتي عن بعض الأمور فلو كانت المفتي أمرأة لا استطاعت أن تظهر ما لديها من معلومات أيضا أخيرا وجود فقهات في الحاجة السعوديات موحلات ممكن يرشحنا بإذن الله لهذا الأمر طيب ذكرت بأنه الزملاء هم من طرح الموضوع الزميلات ما طرحوا الموضوع في المجلس والله ما أذكر أن واحد من الزميلات هو واحد من الزملاء أكثر طيب نعتقد نعتقد بأنه الموضوع في مرحلة الحاجة إلى وجود مفتيات الآن نعم والله هو لا شك أنه بعدين سيرفع الأمر للجهات العليا ينظر فيه نعم وأيضا قد يحال سمح المفتي لأخبرائه نعم ونسأل الله أن يسر ما فيها الخير للأمة عادة بعد الموافقة على مقترح ما الخطوة الثانية لهذا القرار طبعا هو سيختر فيه قرار من المجلس بهذا الأمر نعم ثم يرفع للجهات العليا والجهات العليا طبعا تناقش الأمر مع الجهة المعنية ذي الافتا نعم ومثل ما ذكرت يعني ما فيه شيء يمنع جميل وأتصور إن شاء الله أن يكون فيه تجاوب في الموضوع جميل دكتور ناصحي بقمي عضو لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى شكرا جزيلا لك ولهذا القرار الذي طرحه مجلس الشورى والمصطلح الجديد الذي سوف نسمعه قريبا جزاك الله خير يا شيخة حياكم الله